السلام عليكم طلاب اشلونكم مشى خباركم ان شاء الله الكل بخير طبعا اليوم خبرنا بخصوص تعطيل الدوام لمدة تسبوع كامل من الثلاثة الى ما بعد الانتخابات لان المدارس راح يكون بها انتخابات مع المجالس المحافظات يعني مراكز اختراع طبعا بالبداية منشرة هذا الشي وانقلن بشكل رسمي وقالوا بانه راح تكون هذه المدارس بها اطلة من الثلاثة لمدة اسبوع كامل الى ما بعد الانتخابات ونشرو المدارس ما لكل محافظات مثل هاي هنا الديوانية هنا الكلخة الاولى هنا الرصافة الاولى المدارس اللي مشمولة بالتعطيل هنا دهوكو اربيل هنا كل المحافظات يعني هاي الرصافة والانبار والمدارس اللي بيها للتعطيل للدوام اللي يبدي من الثلاثاء وكذلك هذن ينينة وكربلاء النجف ومن بعدها ومن بعدها وزارة التربية علنته بشكل رسمي نفت وجود تعطيل الدوام للمدارس خلال فترة التحضير للانتخابات ومن بعدها نشر خبر مفوضية الانتخابات قالت بانه قرار تعطيل الدوام الرسمي بيد رئيس الوزراء حصرا يعني الى حد الان دوام من الثلاثاء يعني هذا الاسبوع كامل دوام لحد الان لان نفو التعطيل اما قالوا بانه القرار التعطيل بيد رئيس الوزراء يعني لازم حصرا رئيس الوزراء هو اللي يعلن عن تعطيل الدوام من الثلاثاء بالمدارس اللي بيها مراكز اقتراء اما الحد الان فدوام رسمي الحد الان التعطيل فقط يوم الاحد الاحد والثنين اعتقد ما الانتخابات اما بقية الايام فتكون دوام رسمي فقط الاحد والثنين اللي هي مع الانتخابات ايام الانتخابات مع الاختراع فان شاء الله اي خبر رسمي يصدر يعني ان شاء الله اذا رئيس الوزراء وافق وعطل الدوام فاكيد راح ينشروا انا راح انزللكم بالقناة اول باول واقولكم المدارس اللي عطلت للدوام نتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع والسلام عليكم ورحمة الله شكرا